السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب الصف السادس وصلنا إلى الوحدة قبل الأخيرة الوحدة الخامس عشر التعليم مسؤوليتنا جميعا لدينا نص استماع سنقرأه ونجيب عن عنسلته التحدث إن شاء الله في حصص قادمة لحصص الزوم سوف نقوم بأخذها فقم بتحضير التحدث عزيزي الطالب قم بتحضير التحدث نبدأ أدب الطالب مع معلمه سأقرأ وأنت قم بالإجابة عند سماعك لإجابة الأسئلة أدب الطالب مع معلمه بما أن العلم لا يؤخذ في بداية طلب العلم من الكتب بل لا بد من معلم تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من العثار والزلل فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق فليكن معلمك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وطلطف فاخذ بمجامع الآداب في جلوسك معه والتحدث إليه وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه وترك المجادلة عنده وعدم التقدم عليه بكلام أو مسير أو إكثار كلام عنده أو إلحاح عليه في جواب لأنه يورثك الغرور ويجلب له الملل نعيد القراءة مرة ثانية بما أن العلم لا يؤخذ في بداية طلب العلم من الكتب بل لا بد من معلم تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من العثار والزلل فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق فليكن معلمك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف فاخذ بمجامع الآداب في جلوسك معه والتحدث إليه وحسن الأدب في التصفح الكتاب أمامه وترك المجادلة عنده وعدم التقدم عليه بكلام أو مسير أو اكثار كلام عنده أو الحاحن عليه في جواب لأنه يورثك الغرور ويجلب له الملل إذن النص يتحدث أعزائي عن من بعض أداب الطالب مع معلمه إذن النص يتحدث عن بعض من أداب الطالب مع معلمه فبما أن العلم لا يؤخذ في بدايته عندما يبدأ الطالب في بداية العلم لا يأخذ علمه من الكتاب بل لابد من أن يكون له معلم تتقن عليه مفاتيح الطلب لماذا؟ حتى تأمن من العثار والزلل حتى تأمن أن تقع في الخطأ فهذا هو عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق لذا ليكن معلمك عزيز الطالب محل إجلال منك وأن تكرمه وتقدره وأن تكون آخذا بمجامع الآداب في جلوسك معه إذن تأخذ ببعض الآداب فآداب الجلوس مع المعلم آداب المعلم آداب التحدث أو أدب التحدث إلى المعلم وخسن الأدب عند تصفخ الكتاب أمامه فلا أقوم بفتح الصفحات بطريقة مزعجة أو بطريقة تزعج معلمي مني أو تقلل من قدره واحترامه وترك المجادلة عنده أي لا تجادل معلمك وعدم التقدم عليه بكلام أو مسير أو إكثار كلام عنده إذن من الآداب ألا تتقدم عليه بكلام أي لا تسبقه بكلام تتقدم على أستاذك أو معلمك أو معلمتك بكلام أو عندما تراه يمشي أمامك فدعه يمشي هو في المقدمة فلا تتقدم أنت على معلمك أو حتى تكثر من الكلام عنده أو تلح عليه في جواب ما لماذا؟ لأن ذلك كله سوف يوردك الغرور وسيجلب له الملل ستصبح أنت مغروراً وسيصبح الملل رفيق معلمك عند حضورك طبعاً في حال لم تلتزم هذه الأدب استخلص الفكرة الرئيسة في النص ما الفكرة الرئيسة في النص؟ تحدثنا هي من آداب الطالب مع معلمي ما السبيلان اللذان يؤخذ عنهما العلم؟ كيف نستطيع أن نحصل العلم؟ نستطيع أن نحصله عزاء الطلاب إما من الكتاب، الكتب أو المعلم ورد في النص عدد من مجامع الآداب اذكر من اثنين منها لدينا العديد من مجامع الآداب التي ذكرها يعني مجموعة من الآداب فمنها كان لدينا حسن الجلوس والتحدث وكان أيضاً لدينا حسن تصفح الكتاب أمامه طبعاً عديد من مجامع الآداب ماذا يترتب على إلحاح الطالب على معلمي في الجواب؟ إن ألحى الطالب على معلمي في الجواب، ماذا سيحدث؟ سيورث الطالب الغرور وسيجلب للمعلم الملد لماذا يفضل أن يؤخذ العلم عن معلم بداية العلم؟ لماذا يفضل أن نأخذ العلم عن طريق المعلم ليس عن طريق الكتاب في البداية؟ ذلك حتى نأمن من العثاري نكتبها كما في النص من العثاري والزلل للابتعاد عن الوقوع في الخطأ الآن دعونا نذهب إلى نص قراءتنا أعزائي الله بالصدف السادس النص الذي بين يدينا هو وصية الآباء للمعلمين فما معنى وصية؟ الوصية هي ما يوصى به على الوالد أن يحوط ولده بعناية دقيقة وتوجيه صحيح وتربية حسنة وذلك بأن يؤدبه ويعلمه مكارم الأخلاق ومحاسن العادات ويحفظه من قرناء السوء وليعلم الوالد أن ولده أمانة بين يديه فليؤدي واجب الأمانة وليقم بحق الرعاية وعند إرادة التعليم عليه وعند إرادة التعليم عليه أن يسلم الولد لمرب صالح ومعلم ناصح يحفظ عليه أخلاقه ويحسن آدابه ولا ينبغي تسليم الولد إلى من لا يميز الحق من الباطل والغث من السمين إذن بدأ النص بجملة على الوالد أن يحوط ولده بعناية دقيقة وتوجيه صحيح وتربية حسنة إذن بدأت العناية والاهتمام بالوالد بالأب إذن على الوالد أن يحوط يحوط بمعنى يحفظ أن يحفظ ولده بعناية والعناية هنا بمعنى الاهتمام وهذا اهتمام دقيق وتوجيه صحيح وتربية وتربية حسنة توجيه بمعنى إرشاد أن يوجه له إرشادات صحيحة تؤدي إلى التربية الحسنة إذن على الوالد في البداية قبل أن نذهب إلى المعلم الأساس على الوالد أن يحفظ ولده بعناية دقيقة أن يهتم بولده وأن يوجهه ويربيه تربية حسنة لماذا؟ أن فاصلة منقوطة يا سادس وذلك يعني سبب ونتيجة لماذا؟ ذلك أو كيف سيقوم الوالد بهذه العناية؟ ذلك بأن يؤدبه إذن ما هو دور الوالد تجاه تجاه ولده أن يؤدبه ويعلمه أو سؤال أو سؤال بطريقة أخرى على الوالد أن يحوط ولده بعناية دقيقة وتوجيه صحيح وتربية حسنة فكيف ذلك؟ نقول ذلك بأن يؤدبه أي يعلمه الآداب ويعلمه مكارم الأخلاق ومحاسن العادات إذن بالبداية يعلمه آداب عديدة سواء آداب الحديث آداب المشي آداب التحدث مع الآخرين ويعلمه مكارم الأخلاق أي الأخلاق المحمودة أحسن الأخلاق يعلمها لولده ويعلمه أحسن العادات ويحفظه من قرناء السوء إذن يجب أن يحفظ طفله وابنه من أصحاب أو رفقاء رقري بمعنى رفيق أو صاحب صديق إذن يحفظه من قرناء السوء أصدقاء السوء وليعلم الوالد أن ولده أمانة بين يديه إذن يجب أن يكون الوالد على علم ودراية أن ولده أمانة بين يديه فليؤدي أي ليقم بهذا الواجب وهذه الأمانة وليقم بحق الرعاية أي بالاهتمام إلى هنا نحن نتحدث عن واجب أو دور الأب في تربية ابنه وبداية تأسيسه حتى نذهب إلى موضوع التعليم إذن الآداب المكارم الأخلاق الابتعاد عن أصدقاء السوء هذه جميعها والتوجيهات والنصائح والإرشادات جميعها تأتي من الوالد إلى ولده لكن إن أراد أن يعلمه التعليم إن أراد التعليم له فعليه أن يسلم الولد لمرب صالح إذن لن يعلمه هو لكن عليه أن يختار مرب مرب بمعنى معلم ملق أن يسلم ولده لمرب صالح إذن صفات هذا المربي هذا المعلم الذي يجب أن يختاره الوالد لتعليم ابنه أن يكون صالحا وأن يكون معلم ومعلم ناصح أن يكون كثير نصح يقوم بالإدرار بالعديد من النصائح على طلابه فيحفظ عليه ويحفظ عليه أخلاقه إذن صالح وناصح ويحفظ عليه أخلاق هذا الطفل هذا الولد ويحسن آدابه انظره ولديه آداب لكن يقوم على تحسينها وتجميلها وزيادتها ولا ينبغي أي لا يجب لا ينبغي هنا أسلوب نهي تسليم الولد إلى من لا يميز الحق من الباطل والغث من السمين إذن لا يجب على الوالد أن يسلم ولده إلى من لا يميز إلى شخص لمرب أو معلم لا يميز الحق من الباطل الحق والباطل هنا لدينا الطباق الكلمة عكسها ضد والغث من السمين فلدينا غث وهو الذي لا خير فيه حتى ولو كان كثيرا هو لا خير فيه والسمين هو كل ما كان فيه شيء طيب فإذن لدينا الغث بمعنى الخبيث أو الذي لا خير فيه والسمين بمعنى الطيب إذن يجب على الوالد عند التعليم أن يختار مرب صالح معلم ناصح يحفظ عليه أخلاقه ويحسن آداب هذا الولد لكن لا ينبغي عليه أن يسلم ولده إلى من لا يميز الحق من الباطل أو الغث من السمين والغثة من السمين دعونا نستخرج من هذه الفقرة حتى ننهي حصتنا ونلتقي في حصة أخرى من بعدها الآن على الوالد أن يحوط أن حرف نصب ويحوط فعل مضارع منصوب والفاعل ضمير مستثري تقديره هو ولده مفعول به طبعا وهو مضاف إلها في محل جر مضاف إلها لأنه حكينا أي اسم زاء الضمير الضمير يكون في محل جر بالإضافة بعناية دقيقة عناية ما صفة هذه العناية أنها دقيقة إذن هذا نعت أو صفة صفة مجرورة الآن ذلك اسم إشارة أن يؤدبه أن يؤدب يؤدب فعل مضارع منصوب بأن وعلامة أعتذر وعلامة نصبه الفتحة والفعل ضمير مستثري تقديره هو ولها بما أنها متصلة مع فعل تكون في محل مصب مفعول به إذن هذا الضمير في محل مصب مفعول به لدينا كلمة مكارم أخلاق محاسن هذه جمع تكسير العادات جمع مؤنث سالم قرناء جمع تكسير يديه طبعا بينه هو ضرف مكان ويديه مضاف إليه مجرور علامة جره الياء لأنه مثنى خذفت النون بسبب الإضافة وهو مضاف لهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضافلة فليؤدي ليؤدي اللام هي لام الأمر عند اتصالها بالفعل المضارع إذا كان معتل الآخر يمس سوف يقوم بحدث حرف العلة إذن هو فعل مضارع مجزوم لام الأمر من حروف الجزم إذن لام الأمر حرف جزم يؤدي فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حرف حرف العلة والفعل ضمير مستر تقديره هو واجب مفعول به ليقوم انظر هنا لام الأمر حرف جزم لكن الفعل ليس منتهي بحرف إلا هو فعل صحيح يقوم هنا في نهايته نهايته صحيح ليس معتل الآخر الآن ليقوم ماذا سيكون عنا ستكون علامة الجزم السكون صالح وناصح اسمه فاعل طبعا مرب هنا اسم منقوص قمنا بحدث الياء من آخرة هنا لدينا أسلوب قلنا نهي ولدينا طبعا لا يميز نفي هذا أسلوب نفي لا نافية فالفعل مضارع لم يتأثر والحق من الباطل الغفل من السمين قلنا لدينا أسلوب طباق أي بوب الكلمة هيك منكون تهنا من هذه الحصة يا سادس يعطيكم ألف عافية دمتم سالمين